موسيقى موسيقى مشاهدي الو تي في مساء الخير و أهلا و سهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا السياس اليوم رح نبقى سوا ضيفنا بهذه الحلقة رئيس لجنة الاقتصاد الوطني النيابية وعضو تكتل لبنان القوي ونائب الشوف الدكتور فريد البستاني دكتور بستاني مساء الخير و أهلا و سهلا فيك مساء الخير جاد يعني انطلاقا من صفاتك الثلاثة الموضع الليلة رح تتدخل أكيد السياسة والاقتصادة والصحة و هن أصلا متدخلين مع بعضهم ولكن قبل ما نفوت بالحلقة اللي رح نبلشها من موضوع كورونا خلينا نتابع التقرير اللي عرض على نشرة أخبار لأو تي في من يومات ثلاثة حول مستشفى دار الأمر لننطلق من هذا الموضوع ومن كامل نحنويات بالحلقة فأزا تقرير مستشفى دار الأمر في حزيران الـ 2021 من المفترض أن يتم افتتاح مستشفى دار القمر الحكومي التي استطاع نائب الشروف عضو تكتل لبنان القوي فريد البستاني تحريك جمود الملف بجهد شخصي منه و بمبادرة عدد من المؤسسات و أصحاب الأياد البيضاء اليوم أصبحت أعمال الإنشاء في مراحلها الأخيرة والأقصان الطبية الأساسية ستفتتح خلال المرحلة الأولى ونحن بمراحل تقريبا الأخيرة بالإنفرستركتور تبعا المستشفى للطبئ الأول والطبئ الأرضي المرحلة الأولى سيكون في أهم شيء الطوارئ والمدسيناء الثاني يعني الطب الداخلي والسيرفيس يعني أمبلاتوار لأن طبئ واحد ما بيؤدي سيكون فيه طبعا فرمشية وفيه أشيعة وتشخيص أهم شيء بالمستشفى هو الأكيبمون يعني المعدات وأنا بعرف أن المعدات اللي عم جبناها للمستشفى هي بالضاهي بالجودة لأهم مستشفى الجامعية ببيروت الهدف الأساسي من إنشاء المستشفى تمكين أهالي الشوف في أرضهم وخلق فرص عمل إضافية فالكدر الطبي والتمريدي سيتم اختياره وفقا للمعايير العالمية والكفاءة العلمية والأولوية لأهالي المنطقة كذلك سيتم الاستعانة بخبرات أصحاب الإختصاص اللجنة بترأثر بروفيسور أنطوان لطفالة البستاني يلي هو واللجنة طبعا عم بيعملوا ريكروتمنت للأطباء والممردين والستاف الإداري ورح نعطي فرصة لكل أهل الشوف لأنه أنا شو الهدف من هالمستشفى الهدف هو العودة يلي عنده كان تردد أنه ما يطلع عشوف لأنه ما في مستشفى وعنده أمراض مزمنية أو عنده أهل لازم يكونوا قريبين من من فسيلتات طبية يحييك المستشفى دير الأمر موجود أنا ما بنكور أنه في غير مستشفيات بالمنطقة ولكن البعض إذا عندك صار حادث قلب لازم يكون بين 8 إلى 10 دقائق يكون المريض صار والطوارئ وإذا لقعه بيموت فالمستشفى دير الأمر رحيح أنجد يكون بمساعدة كبيرة لكل الحوادث اللي بتكون بمحيط 10 إلى 15 كيلومتر ويؤكد نائب الشوف فريد البستاني أنه منذ 2013 لغاية الآن استطاع مستشفى دير القمر الحكومي تخطي كل العراقيل المادية والبيروقراطية الإدارية وتجميد الأعمال حاليا هو التزاما بقرار المجلس الأعلى للدفاع بالأقفال التام لكن الأعمال التي شرفت على نهايتها ستستأنف بعد فك قرار حظر التجول والعمل أجينا مليار ونص من وزارة الصحة من شهر نيسان نحن صلنا بأول أوائل عشرين وعشرين بعد ما أجينا ولا أرش بعد نتخبط بالبيروقراطية تبع الدولة كان في قرد تلياني هو كان مفروض يقوم بكل مصروف البناء والتجهيز وقف كان في مجال أنه نستفيد من المساري اللي وزارة الصحة حطتها كمان أخذنا اسم منها للعمار والاسم الثاني اختفى هم نعرف وين فقصتنا مثل قصة بريق الزيت بهذه المستشفى بس اليوم ما في عرائق أنا العرائق اللي عم عم حس فيها أنه هي مدة الأقفال في ظل ارتفاع أعداد المصابين بالكورونا أكد البساني أن لولا العرقيل التي وضعت في طريق إنشاء مستشفى دير القمر لا كان في خطوط الدفاع الأمامية بوجه الوباء وساهم بتخفيف الضغط عن مستشفيات المنطقة والجوار لو كان مستشفى دير الأمر كان مفتحينه كان بيلعب دور مهم كتير بالنسبة للكورونا نحن فكرنا أنه نفتح مستشفى ميداني حد المستشفى ولكن المستشفى الميداني كمان بده أفراستركتور وبما أن الأفراستركتور مش خالصها للمستشفى الأصلي فما قدرنا نفتح مستشفى ميداني إذن بعد قرابة الستة أشهر حلم أهالي دير القمر بمستشفى بمعايير عالمية يلبي احتياجاتهم سيصبحوا حقيقة إذن تابعنا دكتور نحن وياك والمشاهدين التقرير اللي أعددته زميلتنا ريمة حمدان عن سير الأعمال بالمستشفى دير الأمر الحكومة هذا المستشفى يلي كان أحد أبرز العنويين يلي أقله بكل إطلال نحن وياك على الـ OTV بتحكينا عنه وين صار وإلى آخر خلال نجع نلخص يعني وين صرنا وشو الموعد المقبل بالنسبة للمستشفى وشو رح يقدم بالنسبة لأهالي الشوف وأهالي المحيط أيضا خاصة هلأ بهالمرحلة بتعرف جاد بعد ما بلشنا بهالفاز طبعا الكورونا عن جاد عرفنا قيمة أنه نحن النظام الاستشفائي طبعنا والمستشفيات الحكومية هي قليلة كتير لو مستشفى دير الأمر كان ماشي اليوم وعنا تقريبا ستين سرير كان بساعد كتير تشوف اليوم كل التركيز على سبلين وعين وزين بوقت تدير الأمر فعنا كتير إصابات كان هالمستشفى بيكون فعال وما كان فعال عاكل حال معلش المستشفى أول الصيف هي رح يفتح رح يفتح طوارئ ورح يفتح ماتسين قانتان يعني طب داخلي وكون فيه أكيد لبراطوار وأشعة والحلو بهالمستشفى جاد أنه عم نجيب أهم المعدات يعني طب تكنولوجي مش لأنه حتى يتطمنوا الشعب يعني الناس بيقولوا مستشفى حكومة أنه شو بد يقول حلو أنه أنا وعائلتي رح نتحكم بهالمستشفى لا يتطمنوا لأن المستشفى قريب عبايتي فلا يتطمن أن المستوى الطبي أنا بحيي رئيس إدارة المستشفى البروفيسور وأنتوان لطفال البستاني يلي كان نائبنا نائب الأطباء نعم هو اللي عم يعمل ركروتمنت للحكمة يلي رح يحكمه المستشفى والممردين والجسم الإداري فهذا مستشفى رح يكون عن جد كتير مهم وبينتنا شوفه ومنطقة دير الأمر والجوار بيستهلوا هيك مستشفى طبعا بيستهلوا هيك مستشفى وأصلا الأحمال الصحية ولو أنه يعني موضوع الكورونا المستشفى مش هيكون مختص بالكورونا يعني بس بيساعد بتخفيف العباء أكيد وليك جاء تشتغلنا على مستشفى ميداني أنا كنت على تواصل مع دولة الرئيس زين عكر لأنه طلع أفكار أنه بلك بساحة المستشفى فينا نحط مستشفى ميداني بس ما قدرنا لأنه المستشفى الميداني هو كأنه المستشفى الطبيعي ولازم يكون فيه يعني التمديدات الصحية وما قدرنا بس يلا غمد عين فتح حين رح يفتح المستشفى على الرغم من مشاككين على رغم من الناس اللي بيقولوا أنه هيدا حديث انتخابي لا مش حديث انتخابي أنا أول ما فكرت ترش على الانتخابات وشفت وضع المستشفى أنا دقات صدر وقلت هيدا رح يفتح رح يفتح نعم يعطيكم العافية خلينا بموضوع المستشفى بس شوية نوسع البكار يعني تنحكي عن المستشفى في لبنان اليوم وزير الصحة وقبله وزير المالية يعني وقعوا على دفعة من هالدفعات المتأخرة لمستحقات المستشفيات النائب سلامين هارون هلأ كم معنا بنشرة الأخبار وعم بيقولوا أنه هذا شيء منه كافة وخاصة هلأ بيظل يعني الأعباء الإضافية المتوقعة جراء كورونا يعني يعني أول شيء تقييم لهذا الموضوع وتاني شيء شو الحل خلينا أنا برأي نقسم موضوع لأسمي أول اسم بدي أحكي عن مواطنين لا ما في كل مرة تقول الدولة الدولة يا خي أنتو نحن شعبنا مع محبتي للكل ملتزم يعني كذا مرة عملنا أقفال والأقفال هات ما كانت تنجح لأنه هن معتبرين أنه إذا بتعمل الأقفال بدأت تنزل الجيش وتمترس على كل العالم تنزل على الطريق طب وين الحس المسؤولية يلي المواطن هو لازم يقول أنه أنا مسؤول بس هو الكورونا مشكلته كمرض جد ما بيبين وكتير ناس تلشأوا فيه لا ما بيصير بلا صار هذا الوزير كتير نشيد كان عم بيقول أنه إذا ما بتلتزمه بالأقفال وبالأشي اللي كان عم بيقولها لمجلس الدفاع رح نوصل للموديل التلياني وهيك صار ويلي يصاروا على الأعياد أنت بتعرف أنا كنت من الأوائل اللي عم بيقوله أقفال على الأعياد أنت شو بدأت تعيد على الأعيد وتموت أو تقاط بالبيت وتلتزم التباعد وتنتبه على حالك يعني ما بعرف شو صار على العيد اليوم هالأعداد بالخمسة آلاف وطلوع ما تنسى نحنا بشباط وأطلعنا فوق المية فزعنا نحنا اليوم بشباط الماضي نعم اليوم عندك عشرين بالمية وفيات شي كتير اليوم أنا بيني وبينك برجح أنه بعد الخمسة وعشرين لازم الأقفال يكفي مع أنه أنا عم بحكيك لازم يمددوا الأقفال نعم الأقفال كانت بحالته هذه الحالية نعم نعم مع أنه أنا كاقتصادي كتير عندي يعني تعاطف مع المواصفين مؤسسات تجارية مع المؤمنين يلي ما بيقبضوا وبقول وهذا شغلنا اليوم أنه لازم الدولة عن جهة تعود عليهم وتساعدهم حتى يقدروا يضاين وياكلوا ويشربوا ببيوتهم إذا عم نطلب منهم الالتزام بالأقفال لازم لأنه هالفترة ال11 يوم ما بتأدي بس هلأ إذا بدنا نعمل مقارنة بين هاي الفترة الحالية والفترات السابقة اللي صار فيها أقفال الأقفال الجزئة أو الكامل عم تشوف أنه الإجراءات فاعلة يعني فيه التزام أكبر من الناس وفيه فرد أكبر من قبل الدولة ليك بالقسم الأول اللي عم بيحكي عنه إيه صار فيه التحصن يعني إذا طلعنا فوق التسعين بالمئة في منهم بيقولوا أربعة وتسعين كتير منيح بس الإسم الثاني إسم الأول هو المواطن إسم الثاني هو إنه عدم وجود أي خطة صحية نحنا مش ننتوصال على هيك مشكلة عالمية كل الدول العالم وما عندك خطة صحية وإنت عندك مؤخرات مش دفعة للمستشفيات الخاصة يعني قدي فيه هنا مستشفيات خاصة يحملوا اليوم عندك قصة الفريش ماني كتير إشياء اللي عم تشتريها لمستشفيات مجبورين يدفعوا حق الفريش ماني على الماركت الفريش ماني يعني يعني على سعر الدولار الأسود ففي عندك أول شيء المواطنين تاني شيء عدم وجود خطة واليوم شو فيه يعمل الوزير الصحة وقديش فيه رئيس الجمهورية ووزير المال يوزعوا ما بيقدي الشغلة أكبر مننا بكتير فأنا بتأسف أنه هاي دي سبب اللي أنا عم بحارب فيه بيقول أنه ما فيه تخطيط بالدولة ما فيه تخطيط بالتجارة ما فيه تخطيط بالصناعة ما فيه تخطيط بالصحة هيدا هو التمن اللي عمنا ندفعه ونطلع منه إن شاء الله بس دكتور نحن دايماً منقول أنه ما فيه تخطيط هلأ تحديداً بموضوع كورونا لأنه هيدا يعني من الأجواء اللي تابعناها اليوم إنه كتار بيقولوا خليها تتغير لجنة كورونا أو تتطعم أو تتبدل يلي هو اللجنة شو بترد؟ بترد اللجنة إنه نحنا منعطي التوصيات بس ما بيتاخذ فيها وما تتطبق هل المشكلة فعلاً هي بالخطة وإنه بنحط خطة وما عدا بيرد؟ ما عدا بيطبق يصار في لك في لازم اللي بتحط الخطة جاد يكون خبير بالصحة ما فيك تجيب حداً أمني وتتوقع إنه هو يخد قرارات صحية تكون قرارات مناسبة فلازم نسمع للأخصائيين وفي عنا في عنا أخصائيين كتير منيح بس لك الأفاق اللي أنا عشوفها هي إيجابية لأنه اللقاح قرب من هون لكم جمعة رح يكون عنا لقاح خلينا ندعم الحكومة لنعمل جدول للقاح للمواطنين ونشوف كيف بدلاً تجينا مساعدات لتأمين لقاح للناس حين لأنه هنين إذا بينصابوا ونصاب لنحنا فهول الناس اللي موتورين اللي بيقولوا لأ نحنا بس لبنان إيه منهن عايشين معنا فلازم يكون عنا نظرة شمولية وإنسانية وإنسانية ما فينا نميز فعنا يعني اتنين فاكتور فاكتور المواطن وفاكتور الدولة بس هلأ بالموضوع اللقاحات بالآخر صار فيه تأخير لا لأنه تعرف عن مواقع التواصل وحتى بالسياسة فيه اتهامات أنه صار فيه مماطلة وأنه تأخرنا ليش غير الدول عم تطعن وصارت مش مزبوط لا 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 مزلس النواب جاد شرع بفترة أربعة هيام للقاح هلأ فيه تأخير بالأردن مثلا أنا هيك سمعت ونحن عنا لأ وملتزمين ومع أنه نحن الدولة متعسرة ماليا ودفع حق اللقاح هذا صعب وكل شي بس نحن ماشيين مزبوطا لنختم موضوع كورونا إشكالية العلاقة بين الوضع الصحي والاقتصاد لمين الأولوية بعد ما تروح اليوم ولا صارت الأولوية للصحة والاقتصاد مش عشوش الناس فيه إذا ما بتعيش شو أي اقتصاد ما هو لأنه الفتح على الأعياد والمشكلة اللي صارت هي لأنه في ناس رفعت الصوت بهذه الطريقة وفي ناس عندهم جشعة من التجار الاحتكاريين يلي استفادوا من ظرف الكورونا ومن هالخوف بالشعب رفعوا الأسعار وصار كل هالخضة بالبلد يلي أنا بتأسف إنه نوصل لازم يكون هيك هيك محنة محنة الكورونا تعلمنا إنه نساعد بعض وكون عنا حس إنساني وطني بالموضوع الاقتصادي رئيس لجنة الاقتصاد اليوم طبيعة الحال يعني ما تروح عليه أسئلة كبيرة بحكم مسؤوليته الكبيرة إذا استمرينا بالتآكل الحالة يعني نحن أمام احتمالين اليوم يا بتتشكل حكومة وهلأ بنحكي عن هذا المصار لوحده يا أما منظل مثل ما نحن بلى حكومة والوضع عم يتآكل لوين آخر شي ممكن نوصل لا 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 يعني كل يوم منقول هاي الهاوية تاني يوم منقول لا سنصل إلى الهاوية نحن المصار لوين نحن مش قبلينين بهالوضع نحن الأولوية الأولى هو تشكيل حكومة أنه الناس مبسوطين أنه دولة رئيس رجع من الإمارات أهلا وسألة فيك بس اليوم قبل بكرة لازم يرجع يتواصل هو رئيس جمهورية وفي كتير ساعين خير رجال يعني غبطة البطرك مشكور رئيس بري بعرف عم بتحرك دولة رئيس فرز لي عم بتحرك عباس رئيس الأمن العالم لوي عباس براهيم عم بتحرك في عدة أفريقاء عم بيجاربوا أنه يزبطوا الوضع وفيهم يزبطوها لما رأنا بكتير مراحل ما أنا شغلة كبيرة وأنا عم بتعرف عشوب التكيل على حسه للرئيس حريري حسه الوطني شوقتها اليوم الناس عم بتقول أنه يعتذر وين يعتذر يعني إذا اعتذر اليوم رجعنا خسرنا شهر بين الاستشارات والتكليف والتأليف ورجعنا على ذات شي خليهم يقعدوا مع بعضهم رئيسهم مش بعيد عن حدا يتوافق هو وين المشكلة لكي يعمل غسيل قلوب بين بعضهم يعمل غسيل مشكلة شخصية دكتور لابد غسيل قلوب أو مصالحة شخصية متماع بقول البطرة الرائعي فيها فيها شيء شخصي جاد لأنه في أزمة ثقة لأنه علاقات بين الناس أول قبل العلاقة في ثقة إذا أنت عندك ثقة بشخص كل شيء بتزهل ففيه انتكاسة بين السقة بين رئيس المكلف وفخامة رئيس عون بس أنا ما بشوف أنه رئيس رئيس عون هيدا هدفه أنه حكومة تتألف تحمل مسؤولياتها بس بذات الوقت أنا كتب ما قالي الأسبوع الفائت وقلت أنه الحكومة تصريف الأعمال هي ما فيها تستقيل عن مسؤولياتها وما فيهم بس كم وزير يشتغلوا وهليك نايمين كلكم بدكم تحطوا إيدكم مع بعض أنا بعرف كيف يعني أنا حاكي مع الوزراء ورئاسة لا فيش مأزاز استقلته إلى الرئيس حسان دياب كانت صعبة بالنسبة لقلو الرئيس حسان دياب إجابي نوايا صافية وما أجد دعم يعني صراحة أنا السنة العشرين عشرين بالنسبة لهالحكومة كانت صعبة والناس كانوا يعني متطلبين وبتوقعوا أن الحكومة تعطي أكتر إجت بوقت أزمة بلشت بقصة الأيروبوند فاتت تاني شي بقصة الكورونا الانهيار الاقتصادي ووجع انفجار المرفق اخر شي انفجار المرفق وتعصر المحادثات طبعا الترسيم الحدود يعني هذه حكومة عن جد أجادة لهيك أنا دايما عقول أن حكومة إذا بحك تشكل حكومة إذا ما عندها باكراوند سياسي ما بتنجح لأنه في كتير قرارات لازم واحد ياخدهم يكون عنده وعي وإدراك سياسي في كتير من التكنوكرات ما عندهم يعني مش خبرتهم هاي دي نعم أنا كنت بلشت السؤال معك دكتور أنه بحال لم تتشكل حكومة بحال لم تتشكل فيه هلأ بلنرجع لموضوع ترشيد الدعم ورفع الدعم والوضع لمزيد من التدهور شو بينعمل للجم هذا التدهور أو لا يعني ضبطه بالحد الأدنى أوكي المجلس النواب ولجنة الاقتصاد هي عندها هي مسؤوليتها المراقبة تطلع بخطط ولكن من أسبوعين رئاسة مجلس النواب وزعوا علينا خطة تقدمت فيها الحكومة حكومة رئيس حسان دي بترشيد الدعم ونحنا طلعنا عليها وهالجمعة نحنا اللجنة كتير فعلة مثلا هالأسبوع مع أنه المجلس المجلس مسكر لأنه فيه إصابة كورونا عنا ثلاثة اجتماعات رح نجتمع نهار الأربعة والخميس والجمعة فعم نعلن حالة طوارئ اقتصادية حتى نواكب قضية الدعم الدعم هو فيه أربع سيناريو سيناريو الأول هو تصور الوزير رؤول نعمة رؤول نعمة لوزير الاقتصاد عمل شغل رائع وشغله عمله مع الامف يعني عمله بستاندرد انترنشونال وقت اللي عم فوت من محادثات مع الامف عمله بلاتفورم بتساعدنا كتير هو عم ينطلق من فكرة انه لازم يتوقف الدعم بالأمح والطحين لازم يترشد الدعم بالسلعة الأساسية الغذائية وعنده كتير اشياء اللي مثلا الغاز لا دعم بتجي بعدين خطة التالتة والرابعة والخمسة هي لحكومة رئيس حسان ديب يلي عمل ناقشها نحن اليوم مع الوزير الاقتصاد وعمل ناقشها مع الوزيرة دولة الرئيس زين عكر ووزير المشرفية الفرق بين كل خطة وخطة هي قديش اخر شي رح يكلفه خزينة الدولة لانه انا اذا بتسألني بقل لك ما بدي ادعم شي لانه هولا مصريات المدعين ما تنسى انه نحن مسهلة مش مصريات الدولة هو اللي انت عم تاخد مصريات المدعين فانت ديجاه فرطت كتير فيهم بس لو وضعنا لفترة انتقالية نحن كفريق سياسي عم نقول رفع الدعم لازم يرفع الدعم ولكن تدريجيا لانه انا برأيي انه ما فينا نرفع الدعم اذا ما في بييدك بطاقة تمويلية للتعويض على المواطنين وقالها بتكون كارسة اجتماعية ومعيشية وكل شيء ففي كتير توازن بنا نشتغل عليه بين الخطة طبعا رأقول نعمة يلي بلشت تطبق على المواد الغذائية يلي رشد صرنا مسعاننا 30-40 سلعة وانا عم ندعمهم تقريبا 40% يعني انت كمواطن بالسوبرماركت عم تدفع 60% من حقهم ولكن اذا نحن رفعنا خود مثلا المحروقات مع ترمبة البنزين يا خي انت ما فيك تجي تقول انه انا بدي ادعم الكل ما لازم تدعم الميسور مش لازم تدعم يلي عنده 3-4-5 سيارات مش لازم تدعم الناس المواصفين يلي بيربحوا مصاري بالدولار انت بدك تدعم شوفريت التاكسي يلي عندهم فانات نعمل لهم بطريقة انه بونات شهرية حتى نعود بسعر المحروقات ما تنسى انه سعر المحروقات كمان عالميا نطلع فاذا وصلنا مسعان بعطي مسهل انه اذا التنكت الـ 98 اكتان بجوز توصل للـ 40 ألف معقولة بس الشعب يلي هو عالطريق عم بيستعملها حتى ما يطلع كمان يعني 40 ألف للكل واللي واللي والشوفريت التاكسي والأخر هي بيجيون دعم إضافي عبر بطاقات بس دكتور مشكلة البطاقات كل البطاقات مش بس بموضوع المحروقات فكرة البطاقة التمويلية أول شي بيخطر على البال انه رح تأدى لفوضى وحارت كل من إيده وقاله يعني خد عشر بطاقات وجب لي خمسين بطاقة وشو الضوابط لأله هذا هو شغلنا بلجنتنا هو أنه تنعمل ضوابط لأنه اللجنة اليوم إجهة 247 مليون دولار مساعدات من بنك الدول اللي بدون يتوزعوا بس هاي دي مرة نحن عم نقول الخطة طبعا خطة خمسية خمس سنين ما تفكروا هنطلع من هالأزمة بنهار ونهارين لازم الشعب يعرف أنه فيه قرارات بتوجع بس على القليلة بتعطينا مستقبل وعد لأولادنا بعد خمس سنين نطلع منها أنا عم أقول على الخطة الخمسية يمكن يكون تكلفة سنويا 750 مليون دولار وبعدها ولا شي لأنه نطمئ ما فيك تاخد مصاري المودعين وزيت الوقت الخطة طبعا الحكومة بيسموها باسيف يعني سلبية أو رجعية الخطة اللي نحن عم نطرحها هي هاي دي ومعها شي أكتيف يعني كيف بنجيب فريش ماني نجيب فريش ماني أول شي بدنا نعمل كابيتل كونترول بدنا نعمل كابيتل ريكاب يعني إذا أنت بس هوا كلهم بدون حكومة مش ضروري هيدا مجلس نوات بيشرعون بس أوكي لو بدوا يشرعون يشرعون لا هلا بيشرعون ونحن مثل ما شرعنا قانون اللقاح فينا نعملهم بفترة كتير أصيرة وطبرم بدنا نبرم العجلة الاقتصادية لأنه إذا ما برمناها وما أجا فريش ماني نحن قعنا ببطالة ووجع بصفوف الشعب كل يوم أكتر وأكتر وأكتر فالخطة اللقاح ندرسها هي ميلانج يعني بين اتنين والتنجح يعني هل الباسف والأكتف يعني صح الباسف يعني يعني ما يتعلق من الحل المزبوط والأكتف يعني شيء نفوت مصاري نفوت مصاري نفتح فرص عمال نزيد نزيد التصدير نحن عنا عدة قطاعات جد أنا فيني أقول لك أنه القطاعات الصناعية بتبايد الوج مثلا نخط صناعة الدواء صناعة الدواء اليوم عم بيأمنوا محليا تقريبا 20% من الاستعلاك المحلي في كتير ناس عم تشتغل وأنا حياته لجاك سراف وبحقيقة مرة تانية لأنه هؤل من ناس اللي عنده الرؤية نتأمل قريبا نصال 35% تاني شيء بالدواء كمان تشجيع الجينيريك وهذا بخفف من الاستيراد كل ما بتخفف من الاستيراد وترشيد الدعم بصير عندك بلانس بموضوع الدواء تاني صناعة اللي كتير قوية عم تقوى هي صناعة الغذائية اللي هي بتوصلنا على الاكتفاء الزاتي بالغذاء وبدا تثبيتات في عندك في عندك أصناف جاد مش معقول بتستورد بتدفع مثلا خد بالدواء بتدفع على اللي عم تستوردون تعفيهم من التفئة بس المواد الأولية اللي بتجي لصناعات الأدوية بتدفع التفئة شو هالتتناقض لبنان القوي قدم مشروع بيرفع ضريبة الدخل لفترة ثلاث سنين عن المواد عن الشركات الصناعية وفي غيرنا قدموا كمان مشاريع قوينين برفع التفئة لمدة ثلاث أربع سنين كلهم هولي لتحفيز الصناعة بس ليه وصلنا لهون جاد لأنه كمان ما في خطة اقتصادية مثل قصة الصحة والكورونا لو كان في خطة اقتصادية كان لازم نكون عنا ضوابط براماتر نقدر نقوص صناعة يعني نحن أكيد بوقف الاستيراد البلانس بين الاستيراد والتصدير نزلت كتير بس هي نزلت وقف المؤسسات يعني الناس بقالك الحمد لله نزلت لا حبيب يطاروا طارية الوظايف اليوم الدولة قايمة على شو على القطاع الخاص إذا أنت بتضرب القطاع الخاص وقفة الدولة مين بيدفع تفيقى قطاع الخاص مين بيدفع درائب الدخل قطاع الخاص مين بيدفع جامير قطاع الخاص فنحن لازم القطاع الخاص نحميه برموش عيوننا ونقول أنه نحن القطاع الخاص هو اللي بيعمل البلانس لك بكل دول العالم يلي عملت ريكوفر يعني رجعت تعافت ناس اشتغلوا على الانفاء ونحن عم نشتغل على الانفاء موازناتنا هي عن جد كتير مدروسة صارت وفي ناس عم تشتغل على تفعيل الحركة الاقتصادية الحركة الاقتصادية اللبناني كتير قوي واللبناني عنده مخيلة وعنده انيسياتيف ليك شو صار بالمرفأ هالضربة القوية هالتجار وهالمحلات الصغيرة كيف رجعوا ووقفوا عجريهم بمساعدات طفيفة جدا رجعوا عم يمشوا عندك قطاع للسياحة مات مين بدو يجي لعنا مين بدو يجي يعمل سياحة لعنا بطبيعتنا الحلوة بأكلنا الحلوة بالتراس اللي عنا بالأسار ناس بيقلك شو الأسد تبع الدولة يا أخي أسد دولة في كتير اشياء نحن في ناس عملت أتود جاد عملها دكتور شربة الارداحي بال2006 شربة نعمل أتود ونشرت بكتاب للدكتور عباجي دكتور عباجي أصدر كتاب ودكتور عباجي من الناس المفكرين اقتصادية وكان عم بيقول بهالوقت أنه نحن عنا تقريبا بحدود 35 مليار بين أبني حكومية وأراضي ومسيحات هاي دي 2006 إذا بتعمل لها نسبة تضخم بتوصل اليوم تقريبا لل55 مليار هنا 55 مليار الناس اللي أنا وقت بحكي شو عنا أسد الدولة بيقولك أنت عم تقول هيك لأنه بدك تبيع مين بده يبيع مين بيوافق اليوم بعد ما عنا هالنكسة بالمودعين مصاري المودعين يحكي بيبيع أصول الدولة عيب بس نحنا بدنا نقول أنه الدولة مش مفلسة الدولة عندها cash flow problem يعني الكاش بين إيدينا خفيف بس في عنا كتير مؤسسات جاد إذا تطورناها مثل اتصالات الكهرباء وعدت إشياء بتجيب income وقت تعمل statement جاد في عندك fixed asset قديش الدولة بتملك بمأملك وكذا 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 وفي عندك كولون بسموها revenue يعني إيرادات بلعطيك مثلا جاد إذا أنت عندك بناء يحقها مليون دولار بتحطها بالfixed asset وإذا أنت مؤجر على خمس سنين على خمس ألف دولار أجار بالشهر بالسنة بتحطها على revenue وقت تجي بتجمعهم مع بعض وتعرف أنت قديش cash flow عندك فعملوا معروف إذا بدنا نفوت على محادثات لـ IMF أنا عادي كل يوم كبت رقم 200 مليار يعني أنا مش عامل الاتيوت سراحة لأنه هدي بدي لجان تخمين وزارة المال عملت ودكتور إرداحي عمل بس أنا تقديري وتصوري كرجل أعمال بقول أنه في potential بعدين ما حسبنا الغاز والنفط إذا نحن بنحسب الغاز والنفط ونكون عن جد بوضع مش تعيس ونروح على الآية منقف ونقول نحن عنا عسد نحن مش مفلسين بس ساعدونا بالكاشف حتى نرجع نبرم نحن إذا أجينا عشرين مليار دولار مساعدات ومنسادر وكذا طلعنا من القصة أهم شي نحافظ على مصريات المدعين ما فينا نفرط فيهم لأنه تعرف شو عمل البنوك أخدوا المصاري وراح أوظفوه أنا عم بقرب الجراد وبتبع المصارف راح اشتروا مصرف بمصر والتاني بتركيا واحد بسوريا عملوا مش مراعنات بمصاري المدعين وهالأ وقت اللي تعثرت القصة بيلوهم ندبروا حالكم وين دبروا حالكم أنا إذا حطيت مصريات وحطتهم بالمصرف طبعك أنت مسؤول تروك مصرف لبنان أنت ما كنت لازم تدين مصرف أولا ومش لازم تدين الدولة بالدولار هايدي مشكلتنا اليوم لو نحنا مدينين بالليرة اللبنانية كنا دفعنا واكبر خاطئ عملنا هو تخلف دفع الايروبوند لأنه تخلفنا عن دفع الايروبوند وطي التصنيف يلي كان لجا واطي وصي على الأرض والتجار مثل أنا وغيري يلي عندهم كوريسبندان وبيجيبوا بداعم برا وقفوا لأنه معت حدا يديننا فأنا متأمل أخيرا أقول لك أنه من هون لآخر الشهر وقريبا بدون يرجعوا المصاري في 20% من المصريات حتى يصير في عندك كاشف أولا وتانيا بدون يجيبوا 3% حتى مع الكوريسبندان حتى نقدر نفتح العجل الهيك عشت الاف المصاري تبع الاتوديون يعني ستودنت الطلاب شو هالكارسي شو هالبهدلي شو البهدلي عدم تطبيقه أو الفكرة عدم تطبيقه عدم تطبيقه هلأ فيه فيه لك فيه بعض مشاكل لأنه مثلا البنك شو بيقل أخير أنت ما عندك حساب عندي ما عندك مساري تجي عندي بتقول لي لأ بدي أنا عشت الاف دولار وصرف لي على الالف وخمسة ما بتثبط بس يلي عنده مساري قرار وقال له أنه لازم تدفع وبدون يدفع يعني لهك تشكيل حكومية أولا تانيا تطبيق نحن ماشيين بهالخطة الانقاذية لتحقيق العدالة الاجتماعية وثالثا بدنا نمشي بموضوع محادثات الام اف وبالتوازي وعن ننسى أنه نحن ماشيين بال بال التحقيق الجناية هذا ما بيوقف في عندك كل الرزمة الأوانين يلي قدمت تكتل بالنسبة لمحاربة الفساد وغيرة وغيرة ورفع السرية بدون يمشوا في عندك باكيج بدون يمشي هلأ هوا بدي فصل فيون هوا العناوين أكتر بعد البريك بس بعد عندي سؤال واحد قبل ما ناخد المفاصل كل اللي تفضلت فيه يعني أكيد صحيح ومنطق بس فيه نقطة وحدة ممكن تخرب كل هذا الموضوع هي اللي هي بحكومة أو بلا حكومة إذا استمرت المناكفة السياسية وإذا استمرت هايدي الصورة اللي عم تنعطى عن لبنان كل اللي تفضلت فيهم ما بيمشي ولا واحد منهم صح أو لا؟ صح بس إنه لك أنا بين تشكيل حكومة وبين النمط اللي شفناه مؤخرا كمان عنا ملاحظات وأنا يعني أنا بحييلة الوزير جبران بسيل لأنه بعشرة شهر عشرة كانون تاني ما كان نهار أحد ياللي النظرية اللي قدمها هي بتشرح كتير ليش عم نتعثر بتشكيل الحكومة يعني باني وبانك ياللي قاله جبران فشل لقلبي فش قلب كتير عالم بس هو قال ممنوصة نحن لا نأتمن الكلمة اللي استعملها سعد الحريري لي وحده على مشروع الإصلاح في لبنان يعني مجرب المجرب كان عقله مخرب لا يعني إذا إذا حكي الحقيقة بلومه وإذا ما حكي بقوله ليه ما بتحكي لا بس مرة حكي هم مرة حكي في بديل في بديل بس نحن مش عنا نروع البديل نحن أكتر شي مؤسساتية بلين القوي أكتر شي لأنه نحن بدنا نطبق الطائف نحن بدنا أنه يكون العلاقة بين رئيس الحكومي المكلف ورئيس الجمهورية مع علاقة أول شي احترام وسيقه ومحبة بيقدر عليك بالسياسية ما في الخلافات تنحل وهو لسعات الخير اللي عم بشتغلوا على خط الرئيس مع الرئيس المكلف أنا بتمنى له أن ينجحوا وبيقدروا ينجحوا غبطة البترك فاعل كتير ورئيس بري هلأ أبدأ سألك عن الموضوع الرئيس بري لأنه في معلومات صحفية اليوم قرناها ومبارح كان ضيفنا الأساس براهيم عوض الصحافة كمان قالنا أنه عنده معلومات عن هالموضوع وقالنا أنه بكرة في شي بقى نشوف إذا عندك معلومات خلينا ناخد بس البريك قبل مشاهدينا فاصل ونرجع لحلقتنا مع النائب دكتور فريد البستاني عودة إلى حلقتنا لهذه الليلة مع ضيفنا النائب دكتور فريد البستاني دكتور فريد أهلا وسهلا فيك من جديد كنا عم نحكي قبل الفاصل عن موضوع الرزم الإصلاحية المطلوبة بدءا بالتقيق الجنائي وصولا للكابتو الكنترول ومرورا بكل أواني مكافحة الفساد يلي قصب كبير منها مقدمة تكتل لبنان الأول اليوم ما بعرف جزء منه جو كورونا وإلى آخره وجزء تاني تعرف حدتك إنعدام ثقة ومع أنه أقر قانون لتعليق سري المصرفي لمدة سنة بعد أكترية الناس مش مصدقة أنه تضيق الجنائي رح يمشي ومعتبر أنه خلص يعني أنه بيعونا إياها أنه عملوا قانون خلصة يعني أنه انسحاب الفاريز كان ضربة اليوم ما بعرف أنا صراحة ما بعرف وين صاروا بالحديث مع الفاريز بعرف أنه رجعوا تواصلوا وقالوه إنه إحنا عملنا كل هالقوانين يلي بتخلي حكم مصرف لبناني تعاون بهالأمور وما عندي عنجاد معلومات لعطيك بس كتوقع تتوقع إنه لأنه جرأ إسرار رئيس الجمهورية وكأنه مطلب دولة كمان مصرف دولة نعم موضوع المجلس النواب عم تقلنا حضرتك إنه إنه المجلس بيقدر يشتغل من دون حكومة الأول شي ليش ما اشتغل له هلأ تاني شي شو الضمان إنه رح يشتغل بالمرحلة القريبة بهالأوانين الملحة شو بيشتغل بيشتغل هو بالتشريع بالتشريع اليوم مساءلة لحكومة المستقلة ما فيك تساءلهم صح نحن نحكي عن الأوانين هيدا الأوانين لأنه أول شي الكورونا ضربت عن جد الموضوع وما عاد فينا المجلس في عنا عدة إصابات ولكن اللي جان ما وقفت لجنة الشراء العام اللي أنا فيها ما وقفت لجنة الصحة ما وقفت اللي جان كلها شغالة بس ياللي مش كوني فكانت اليوم في عندك قوانين لتعمل عليها توافق وتقرى وتنزل على التطبيق وطلع فيها مراسيم تطبيقية بتاخد وقت يعني هيدا بالعالم كله هيك فإيه المقلك إذا في شيء بعد ثابت بنظامنا الديمقراطي هو المجلس النوار كسلطة تشريعية نعم طيب انطلاقا من هذا الموضوع حضرتك يعني توليت رئاسة لجنة الاقتصاد وحكيتنا بالجزء الأول عن الدور اللي عم تقوم فيه أقل له بموضوع ترشيد الدعم بس عن دور اللجنة ككل كيف تشوفه للمستقبل يعني نحنا بعدنا نقاش نعم عم نتسمع لعدة أراء اجتمعنا مع الاتحاد العمالي العام اجتمعنا مع الوزراء معوزين الاقتصاد حكينا مع الرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي عم نحكي مع عدة أفريق لننتسمع للكل بتصور انه تطبيق اليوم خطة اقتصادية سريعة بدون حكومة كتير صعبة بدنا ننظر لتشكيل الحكومة ولكن بدنا نواكب بالحكومة التصريف الأعمال بموضوع البطاقة التمويلية بالتطبيقة بعدالة الناس المواطنين يلي رح يتلقوا هالمساعدات على القليل يكون عنا يعني مشورة معهم بهالموضوع واللجنة كتير محمسة بهالموضوع في عنا ناس كتير قديرين وفهمنين بالاقتصاد وأنا كتير رح أتكل عليهم يعني رح تكونوا بالمستقبل إذا تجددت الخلافات ساعة حول الأرقام ساعة حول التوجهات هتكون لكم دور تحت تجمعوا وطلعوا رأي واحد أكيد نحن نعرف لكن نحن بآخر شي نمثل الشعب نحن لا مع المصارف ولا مع المصرف المركزي ولا شي نحن مجلس نواب نمثل الشعب فإيه نحن عنا هالحص الوطني أنه نكون وفي عندك عدة أفريقاء باللجنة مش وهولي كلهم متوافقين على هدف واحد هو إنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي من الانهيار التام هيدا هو نعم نجع لموضوع الحكومة يعني كشفت لنا اليوم أنه الحديث الصحافة عن مسحة عم يعمل الرئيس بره هو أمر جد مش بس حديث صحافة وكلام جرائد نعم شو المعلومات شو فينا ناخد منك معلومات أنا مش مخول أحكي باسم الرئيس بره بس أنا اللي بعرفه هو إنه الرئيس بره بيعرف وين التوكي يعني وين المشكل وهو بيعرف كيف يدور الزوايا وعنده ناس يعني عم عم بشتغلوا كفريق وبتوقع إنه يكون فيه خرق قريبة خرق بلقاء أو خرق بشي بين الرئيس الحريري ورئيس عون وهذا ياريت أنا بشجرهم اتنينيتهم أنا بعرف الرئيس عون وبعرف إنه زلمة مبدأة والرئيس عون ما إنه مزاجي يعني إنه بحط خطه بيقول خلص لا هو عن جد هو المؤتمن من الدستور على سلامة البلاد هو بيعرف قديش وضعنا صعب اليوم بس ورقة الكورونا تتأمنوا اللقاحات نمشي بهالطريق الوقائي الوضع الاقتصادي ورح يكون موضوع امرجنسي يعني طوارئ وهذا هدفنا هلأ موضوع يعني موضوع الحكومة تنبعد شوية عن تفاصيل مبادرة أو مسعى الرئيس بره لوين رح يود يعني الموضوع الحكومة بزهن الناس فيه فئة بتقول إنه مشكلة محاصصة بين الرئيس عون والرئيس الحريري وفيه يعني مؤيدين رئيس عون بيقولوا إنه لا معه حق قصة معيير موحدة وقصة شراكة وطنية وصلاحية دستورية بينما بالعكس مؤيدين رئيس الحريري بيقولوا إنه هيدا دفاع عن الطائف وعن صلاحية رئيس الحكومة شو هيدا كلها بتنحال بلقاء أول شي الرئيس عون ما بده حدا يقيده الدستور هو بقية بيمشي بالدستور بالعرف دعم يقول البقيده وجهة نظره يعني ايه وجهة نظره آآ هو بدون يباش كاتب يعني بس يجي ويمضي على على تشكيل حكومة لا مش رح يعملها نحنا كتكتول ما تنسوا موقفنا جات آآ الوزير باسيل آآ ما صار في أي تواصل مع الرئيس حريري فنحنا لا طلبنا وزارة ولا طلبنا منه آآ يعطيني أسماء ولا شي نحنا وكلنا الرئيس الجمهورية هو يكون الحريص على تطبيق الدستور فأنا إذا بدي إيجي اليوم بجيب له ورقة تشكيلة وقال له أنت عبي اتنين لا مش هتمشي يعني بيعرف رئيس عون يعرف أنه هذا رجل منه باش كاتب عند حدا بده يعطي رأيه بالأسامي بالبالانس أصلا لو الدستور حتى بالطائف لو ما بدون يعطوه هالأمضة لشو عطوا الأمضة كانت فرض مرة آآ رئيس مدير عام المراسم بالأسر الجمهورية ومدير عام بالسرائد الحكومية بيتفقوا مع بعضهم وبيقولوا في عندك تسعة مسلمين وتسعة مسيحية يلا مشي فيها لا مش هيك هو مسؤوليته مسؤولية نوعية ليتأكد أنه الأسامي اللي عم بيتقرر اللي يتحملوا هالمسؤولية بهالظرف هيدا هن نقد الحمل هيدا شغلته الرئيس عون بس الرئيس الحريري ما كان بيعرف أنه هاك رح يكون موقف الرئيس عون أو كان أنه ناطر تطور معين بدك قللك صراحة نحن ليه وقالت لك تكتل نحن ما سمينا الرئيس حاليا نحن نحن كان عندنا تخوف أنه إذا صار فيه مشكلة بالتشكيل وهو عنده التكليف بفل أو بيستمهل أو شي وهيك صار وهيك صار بس ما تنسى نحن قبلنا وقلنا إذا بتتشكل حكومة بمعايير وما في شي بالحياة تجاهد ما فيه معايير بالطب بالتجارة كلها معايير الدنيا مش فالتة فكيف إذا عندك تشكيل حكومة مصير وطن نحن قلنا إذا صار فيه معايير نحن بنعطيه سيئة أنا بعطيه سيئة بالبرلمان إذا طبق المعايير الوحدة يعني الكل بيتعاملوا ما يخد حدا من نحن ما بدنا إنت بلا تجيب ناس التكنوكرات فليكم بس أنت ما فيك تسترسني رئيس جمهورية لا 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 هذا شيء بس عدد كيف طيارة عم بيقول مبدن الخارج بوقت الوزير باسيل بكلمته بيقول أنه بما معناه أنه ما بتركب بعقل حدا أنه مش وليد جنبلات رح يسمد الدروز ومش صناء الشيعة لحسن من الشيعة وتحسين حاصل أن رئيس حريد حسن من السنة لا تعرف أديش جبران بسيل وصل لمرحلة أنه بده عن جد تشكل حكومة لو شو ما صار وإذا هالمعايير تأمنوا حتى ينجح هالسنتين من عهد الرئيس عون فيه تضحية ضحينا كتير ورح نكفي التضحية تبليه تضحية ده ما مطلوبة من فريق واحد هذا بلا تحكي مع تاني فريق تقول له أنه أنت ما فيك تطبق شي أنت تتواصل مع فريق وثاني وثلاثة وأربعة ونحن عاطت علينا فيتو كيف هيك هلأ إذا تشكل الدكتور الحكومة أول استحقق رح تواجهه غير كورونا رح يكون الموازنة يمكن هو المدخل لكل شي لماذا أقدموا الموازنة لك يا جاد لماذا ما تقدمت لماذا ما تقدمت ما هي حكومة تصريف العمال عندها زياد المسؤوليات لماذا ما تقدمت الموازنة بس تقدم كانت الموازنة الموازنة ما تقدمت نحن اليوم رجعنا على الصرف على الخطة الإصنع بس فيها حكومة تصريف أعمال تجتمع وتعمل مشروع الموازنة وتبعته نعم فيها نعم فيها عادي واش بيطا بعدين ليك اليوم في كتير طرحات على شو هن المسؤوليات والاستثنائية بحكومة تصريف الأعمال بهيك ظرف بعد في حد أن يحكي استثنائي لك نحن بكذا مصيبة كذا مصيبة يعني برأيك كان لازم تجتمع كرمال الموازنة ووفي شيء بيمنعها تجتمع كرمال كورونا مش بس الموازنة كل شيء استثنائي كل شيء استثنائي بس ما بيقدروا ياخدوا قرار الحكومة اللي راح تجي من بعدهم ما فيها تقلبه نو بتاخدوا بياخدوا قرارات آنية بس الحكومة اللي بتجي من بعدهم بتقدر تغيرهم وما يكون فيه مثلا يمضوا مع شركة أو مع حدا وتجي حكومة تانية بدأت تغيره تدفع بنا لـ 200 مليون دولار لا مع كل حال هيدا الدستور كتير واضح شو هلناس المسؤوليات لحكومة تصريف الأعمال وهيك زرف بدك حس وطني هو لأنه بينحكى بالدستور عن نطاق ضيق لتصريف الأعمال بيخصره أضيق من الضيق أنا أنا بعرف أنه أنه الرئيس حسان دياب من استقالته بعد قصة المرفق والحكي اللي طلع والاتهامات قرفين أنا بفهمه واليوم بالخطة الاقتصادية اللي نحنا هيدا موضوعنا بيقلك أنا ليش بدي أنا أحمل هالخطة اللي بتوجي على الشعب ويقوله يالهي غير شعبوية بس هي وطنية والشعب يفهم شعبنا زكي إذا بتجي بتقوله لك بنا نعمل هيك لأنه بنا نتيجة كذا 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 وتكون صادق بنا نكون صادقين ونحنا صادقين ساعتها الشعب بيتقبل بس اليوم الشعب بقيت اللي عم بتقوله إنت عندك مصاري بالبانك وما فيك تسحب مئة دولار كيف بدي يكون فيه إله سئة كيف نعيد السئة إعادة السئة هي بأخذ خطوات متوازنة تدريجية مع احترام للوضع المعيشي عندك خمسين بالمئة جاد من شعب نصار أنا كنت بهال مبنى من شي سنة ونص كنت تقول خمسة وعشرين لثلاثين بالمئة فقد ليهم خمسين وفيه ناس عم بتقول خمسة وخمسين يعني شو تقدمنا لقدين ولا رجعنا لورا لا أكيد رجعنا لورا بس هو يعني الخروج الفعلي من هذا الموضوع أول شي بده وقت هذا المتفق عليها وتاني شي كل الأمور بده تمشي تقريبا بذات الوقت بذات الوقت ما فيه انه بنمشي بها من أخر هاي عافك هاي ده هو بدنا نمشي كلنا بذات الوقت واذا مشينا بذات الوقت انتبه وكان فيه يعني الحكومة عم تتصرف بمسؤولية مجلس انه هذا عم بيرائب وبيعطي وبيوكب اللقوانين واللقوانين تاخد صفة تطبيقية مش بس بحطوهم بالجرور افتكر انه نحنا فينا نطلع من الأزمين نحنا مش دولة مفلسة نحنا دولة عندها مثل ما قلت مشكلة كاشف له رحنا أربع عملين هاي الخطة الاقتصادية اللي عم بحكي عنها أنا هي رح تساعد تقريبا 3 مليون شخص من لبنانيتنا يعني مش شعبنا بينما اليوم عم بتساعد 6 مليون يلي هن الناس حين اللي بيقبضوا مصاري من مؤسسات عالمية وبيقبضوهم بالدولار بينما شعبنا لا عنده وظيفة ولا بيقبض مساعدة فالترشيد الدعم هو لخدمة 3 مليون وتحط الميسورين والأسرياء ويلي بيقبضوا من الـ UNDP كلهم نهولة بالدولار حطهم عجنب لأنهولة مش بحاجة في شغلة كتير مهمة لازم نعملها هي ضريبة الدخل التصعودية لأنه نحنا بدنا نجيب إرادات للدولة بطريقة عادلة من وقت ما عملوا سلسلة الرتب والرواتب يا جاد يلي كانت خطوة مشؤومة القطاع الخاص ما عملوا له ما صار فيه للمعاشات اليوم المعاشة اللي بيقبض كان مليون ومليون ونص صارت قديش 30 و40 دولار كيف بدو يعيش هيدا نحن نفرحين على مشكلة شعبية كتير كتير خطيرة فلازم بعد ما تتنظم قصة البطاقة التمويلية نرجع ندرس كلها العدالة الاجتماعية بين مواصفين الدولة يا خي نحن قالنا خمسة آلاف وخمسمية توزيف عشوائي انتخابي ليه ماشي نتون لبرا ليه ماشي نتون لبرا ليش هالعب عندك السلسلة وتاني شي حطات هولي اللي لما كنا نسأل دكتور كان ياشي الجواب أنه ما صاره أمر واقع آخر شيء نشو من كم الناس على الطريق بلا شغل ليه الأمر ما نحن بنعرفه هون هولي وهولي من كل الأفريقاء أنا ماني عم بحكي ضد حدا كان لازم نحطه برا سوري وبعدين في الداخل في كتير شغل نحن بيطارير زميل إبراهيم كان عام طلع أشياء في عندك مواصفين معتبرينه بين الأموات عم بيقبضوا شو هالحاكي نحن ما أشطنا هيك نحن أشطنا لأنه نحن من إيدنا ونحن موين نهار الانتخبنا في سنة الـ 2018 عم نلاقي صعوبات كتير أوية طيب بس كيف يلي منع هذه الأمور كلها أن تتصحح بالمراحل السابقة كيف يلي يسمح فيها اليوم لأنه الوضع ضاغت أكتر ما قبل كان ضاغت وما عم يتأثره لا بس هلأ أكتر هلأ أكتر هلأ أكتر بكتير قبل بيكانوا يدف شو هولي الهندسات المالية اللي صاروا بالـ 2016 مين استفاد منه استفادوا منه المصارف المصارف يلي كانوا عبيعملوا 40% فوايد وأنا وياك عبيعطونا 6-7% وين الفرق المصاري ما هنه نعملوا رهانات أمار أحسابنا ومصرياتنا تفضلوا يردوهم شايف لو أنت بترد أو بتعمل برمجة لاسترجاع المصاري وتساعد المودعين بترجع السيئة وقت بتقولوا لمودعين أنت عندك 100 ألف دولار نحن على فترة 4 سنين أنت فيك تسحب 25 ألف دولار سنوي وفيك أنت تأخذ عليها مثلا 1% فوايد هيك السيئة بس تجي تقول لي أنت ما راحوا المصريات لا هيك إذا هيك لقل له للمودع ما في مشكل ساعته هيك بدي أقول له لشأنا ممكن يفكر يجع يحط مصاري بالبنك ساعته ما هي حطها لا خلينا ممكن يعني هم هيك السيئة كتير متفائل يعجب يسترجع مصرياته بطريقة من الطرق نحن فيه طرحنا فكرة أنه يلي المودعي يكون عنده أسهم بالمصارف فيه في كتير إشياء ريستركتشرينج للمصارف أسهم بس شيء اختياري مش أنه واحد بالقوة مصرياتك من حولك يهون أسهم لا هو بيقرر هو بيقرر بيقرر مصاري أنا بيقول للمودعين ما راحت المصاري ما حالا نفكر أنه بيقدر مش تتقلم في ناس كانت تقول أنه إيه عليكم دان هالقد وعندكم وداع هالقد صفرنا نوع حبيبي بتصفر من حسابك مش من جايبتي أنا وجايبت المواطنين شو الحكي هذا مشان هيك ما فينا نقدم دوسيات دولة مفلسة هيدا مش لا صالحنا فأنا إذا عم بقول لازم نجيب تخمين لحتى تتخمن أصول الدولة مش بس أصول الفيكس الأصول يلي بيجيبوا يعني إيرادات هيك وقت نعود مع الصندوق الدولي بنعطيها لقليلة شي مخطط اقتصادي كيف بدنا ومالي كيف بدنا نعمل وما ننسى أنه في عنا الغاز هلا اليوم شركة اللي هيدي تبع الغاز بالبلوك أربعة رجعتها لا فيه فكل الناس المشككين اللي كانوا يقولوا آه نيشيل عون فخامة الرئيس ركبوها أنه في لا فيه أكيد عنها بالبلوك تسعة وعننا بالبلوك أربعة نحن مستقبلنا واعد الموضوع الأمريكي قدش رح يأثر إيجابا أو سلبا على الوضع اللبناني أو ما رح يأثر بالمرة أنا بعرف أنه حرام بايدن عنده عنده ملف طويل عريض يمكن بيخد ست سبعة شهر ليرجع ينقي صحح الأمور يلي ترامب تعثر فيها من اتفاقات دولية وما شايف أنا أنه لبنان هو أولوية عند الإدارة الأمريكية بجوز يكون ترجع الإدارة الأمريكية تسلم هالملف للفرنساوية ويعطوهم دعم شوي لبرزيدان ماكرون لأنه ما بعرف شو هالسكوت هيدا يلي كانوا متحمسين وبدون ترجع في فرنسا صار في عندهم مثل يأس وأنا بفهمهم للأسف بس يأسهم مصدروا لبناني أو مصدروا أمريكا لبناني لبناني يخي الزلمة يجعوا حكي معهم كلهم كلهم دقوا صدر وقدموا وراء في منهم قدموا تصور فيجن طيب جينا على التنفيذ عملنا استشارات طلع تكلف الرئيس الرئيس حريري نحنا كل مرة منقول كتكتل أنه دعمين المبادرة الفرنسية بكل شروطة ما عنا مشكلة أوكي شكل حكومة تفضل شكل حكومة مش ما أقول جاد على قصة وزير من هون أو وزير من هون تجي تطير تشكيلة نحنا المصاري بالمصرف لبنان بقدونا شهرين تلاتة شهر وإذا هذه الخطة تطبق بقدو ستة شهر بس إذا ما أجي فريش ماني من آيم أف ومن سادر ومن أنظمة دولية أو من الخليج أنا أنا بتمنى ما زال عمل هذه الزيارات الرئيس حريري بس مشكلة أنه ما عمل زيارة لسعودية لا هو بيعرف شغله كيف يعني بيروح على الإمارات كأنه نصف كأنه نصف مشوار على السعودية لأنه فيه تتنسيق إماراتي سعودي وهو خبير بهالموضوع يعني خلينا نعطيه شوية كريدي أنه بلك بيرجع بيعيش الجو وبيعمل بيعمل نوع من البيس بيننا وبين الدول الخليج وما ننسى أنه عنا ألف لبنانية عم بيشتغلوا بالخليج تعرف خوفهم خوفهم أنه نحنا نعمل شي مشكلة نتعثر بعلاقاتنا مع الخليج أكيد لا أكيد لا نحنا كتير مهمة لألنا دول الخليج قبل تكتل أو الطيار الوطني الحر اليوم والتكتل ضمنا شو فينا نقول عن وضعه الشعبة وينصرنا يعني استوعبنا الصدمة طبعا ما بعد 17-20 ولا بعدنا انحدارا يعني أنا اللي عم شوفه على الأرض أنا فيني أحكيك بتشوف نعم أنا كنا هيك مفكرين أنه الوضع بعد الانتفاضة أو بعد 17-20 أنه صار فيه تراجع لا ما فيه تراجع لأن رجعنا للسوابة الوطنية يلي حكي يعني أحكي عنها الرئيس عون يلي هي الإصلاح والتغيير وبيّنت الحقيقة بيّنت الحقيقة لأنه هيدا البروغرام يلي نحن جينا وعم نطبقه مين عم بيفشله قبل كنا نقول الكهرباء أخي هلأ صارت فيه عدة كتير إشي ما تنسى قصة صندوق المهجرين مش هيني صندوق المهجرين اليوم صار أخذ صفة قضائية وأنا بتمنى يسرعوا فيه لأنه لأنه هيدا رح يرجع يعمل إستوريك على مدة 30 سنة شو صار بوزارة وحدة بس هيدا إستوريك له تدعية سياسية متى كل الملفات كتير كتير يعني السياسة ما بتخليه يكمل أصده بده يكمل بده يكمل بده يكمل وبدنا نلاقي له بكل شي بده يكمل بعدين بلك بيصير فيه نوع من التسوي أنا ما بعرف بس قضائيا كيف مين المسؤول بده يرد المصاري ما فيك يا يلي ساري أموال الدولة ما فيك تغد النظر عنها عم نعمل كلها لقوينين لوقت اللي مسكنا ملف بإيدنا انفلته كيف هيك أكيد لا يعني برأيك الناس صارت يعني قابل أنه تسمع وتشوف أكتر بشان بحكي بس عن مؤيدي الطيار أو تكتل لبنان الأول يعني الرأي العام الأوسع صار قابل أنه يسمع أكتر إيه أنه الحقيقة ما إلى ميلة وحدة مش إلا أكتر من ميلة إيه مش كتير يعني عم بحكي أنا على الجمهور العام جمهور التكتل والطيار عم بيسمعوا وهذا شغلنا نحن ك ك ليدرز بهذا أنه نشرح لهم وين صارنا أنا دائما بعملهم جلسات توعية منقلهم شو عملنا وشو النتيجة شعبيا لا مخسرنا يمكن ما تقدمنا كتير مفروض كنا نتقدم بإنجازاتنا حتى يكون بالتوازي يكون في تقدم شعبيا بس بعد عنا سنتين شو صار دكتور بالطروحات التغيير الجزرية يلي كنا عم نسمعها بشكل حسيس بمراحل قبل من حدثك هو من يعني الجو الجو التكتل وجو الطيار بشكل عام من موضوع الدولة المدنية لموضوع المركزية الإدارية لمواضيع أخرى كتير هلأ أوكي منفهم موضوع كورونا أولوية أولوية لأولويات بس هاي ديكي للطروحات هل وصلتوا لمحل أنه تنعتوا أنه لا هذه غير قبل للتطبيق لا ما تنعنا نحن ما تنعنا وأنا أصلا من أول دعاة للدولة المدنية واتقتل لبنان الأوي هو تبنى الدولة المدنية والرئيس الكشيل بيبدحكني كتير أنه الرئيس عون حكي دولة مدنية وزير باسيل حكي دولة مدنية رئيس بري حكي دولة مدنية البترك حكي دولة مدنية كلهم بيحكوا دولة مدنية بس خلينا نجي على التطبيق أول خطوة بالتطبيق الدولة المدنية هو الأحوال الشخصية نحن لبنان القوي قدمنا مشواء نون للزواج الاختياري المدني الاختياري يعني أنت إذا بدك تتجوز مدنيا فيك تتجوز وتسجل زواجك اليوم فيك تتجوز برا وتيجي تسجله هون مثل أبوس يعني فهي بعده هذا مشروع أنا كيف أحس من هالمشروع اللي قدمني أنه بعده الطبخة مش حاضرة واليوم بس تجي تقول لهم هيك ما هذا الآن في خلفية طائفية بربطه آه بعدين بيجي بقلك لا نحن بدنا نعمل أنون دائرة وحدة حبيبي قبل الدائرة وحدة تعالى هون تعالى نعمل المركزية الإدارية عمال المركزية الإدارية وكل منطقة هي تتقرر الماء أو تقرر هيدا وخلي عنا يكون نظام مركزي كتير قوي ونتفهم مع بعضنا وين في كتير صغرات بالطايف بس نحن كتكتل نحن ملتزمين بالطايف ومش وقت اليوم نفتح الطايف خلينا نطبق الطايف ما تطبق ما هي المشكلة اليوم صارت لك بتطبيق الطايف ما هي الطايف هي لمركزية الإدارية صح بس الحد لمركزية الإدارية خلي طبقوها نحن بدنا نطبقها بيان حركة أمل مثلا الأسبوع الماضي قال يخشى أنه يكون هلأ فيه أكيد موافقة على مبدأ لمركزية الإدارية بس أنه يخشى أنه يكون تمهيد لطقصيم ولفدرالية وإلى آخر يعني كل شغلة بيخلق لنقيد لألة مثل الوقت اللي جيل أطرق نحن نشوف شو الأسد طبع الدولة صار يقولوا بدك تبيعه أخي كل شركة آخر السنة تعمل جردة الأسد قديش في عندك تلو على البنك تطلب مصاري من المصرف تأيدينك بيقلك عطيني ليستة الأسد فأنت ليستة الأسد لازم تكون أكريت لازم تدرسها وتقدمها بطريقة علمية نحن هيدا اللي عم نعمله اليوم بموضوع اللامركزية شو دخل اللامركزية بهالمواضيع كلها هيدا في لجنة وترأسها ألاعون وأنا بعرف عمني شغلي كتير عظيم ما لك إلا تطلعهم الجرور وتنطرح وخلي كل الأفريقاء بالمجلس يعلموا ملاحظاتهم عليها وتمشي شايف لو بتطبع كتير نتقدم في كذا مشروع جاد عندك قانون الشراء العام عندك اللامركزية عندك كل القصص الاقتصادية وينين كافحة الفساد فيه شغل بالبلد حرام حرام يبين أنه قاعدين والأمور عبتتفاقم نحن ما بدنا أقل حكومة شكله حكومة ونحن ماشيين بس بهذه الأمور لإلعلاقة بالطائف هلأ كمان الوزير بسير لنرجع لكلامه أنه موضوع خلينا نعمل حوار وطني للبحث بعقد جديد ونظام جديد وإلى آخره يعني العنوان كتير كبير وكتير أساسي وكتير مهم ولكن بيصطدم بهذه العقبات الصغيرة يلي بتعطينا النموذج أنه كيف ممكن يكون تعاطم عن هكي طرح كبير حكينا عن قصة المركزية الإدارية موضوع مثلا لما نحكي رئيس الجمهورية أنه بالطائف محدود أنه المجلس الدستوري يجب أن يفسر القوانين وليس فقط يقر ينظر في الطعون شو صار؟ شو على القصة هذه كانت تحرزانة ما أنتوا عم تعطونه وتبعتونه قوانين وقال فيها طعون بتقولونه نشوفه إذا يعني ضمن عم بيفسر القانون يعني عم بيفسروا بعدين هي بالطائف يعني ما بيعرف عملوها لو شو ما بيقلنوا بيقلنوا شمال بدي يقولوا له لأ يمين للرئيس عون في جو بالبلد لتفشيل الرئيس عون أنا عم بقلك ياها من هون في جو لتفشيل الرئيس عون وهذا هني ما بيعرفوه للرئيس عون هذا زلمة تمن الدستور ما أنه جاي هيك لمرحلة ويفلع البيت طيب بآخر كم ديء من الحلقة يعني إذا بنعطي هيك رسالة أمل ومتل ما حدثك دايما يعني عندك هيدا بطبعك بتحب تعطي الواقع ولكن مقرون بأمل يعني مش إنه نيقس العالم ونستبق بإحباط شو منقلن على كل الصعود خلينا بكل المحاور اللي حكينا فيها بالحلقة بالموضوع الصحي بالموضوع الاقتصادي وبالموضوع السياسة ثلاثتون بالموضوع الصحي جاءت نحنا على الآخر تقريبا بس بدنا ننتزم التباعد يعني الإشياء اللي عم تطلبها الحكومة عم نطلبها من المواطنين بيقدروا يطبقوها هلأ فيه ظلم أنا عم بقلك فيه ظلم لأنه الناس اللي بتعيش يوم بيوم هلأ شو منعمل فيهم المساعدات اللي إجت من صندوق الدول هو لازم يتوزعوا بأسرع وقت لهيك نحن كالجني عم نتابع البطاقة التمويلية وكيفية توزيع هالمساري على الشعب لنعطيه هيك بوستر شوية مش كتير اللقاح أنا برأيي أنه بنص شهر شباط رح يغير الصورة لأنه رح يتكون بس حدثك بتشجع الناس أنه ياخدوا اللقاح أنا كطبيب كطبيب معنا بسألك بهالسفة كطبيب أكيد إيه عم بأميركا بلشوها بفرنسا بالدول المجاورة وبالإمارات المتحدي فإيه فبالكورونا نحن على وشك أنه نضبط القصة ولكن بعد الأعداد الخمس تلاف والست تلاف رح نوصل للستة بعد شوي بتخوفني شوي قطع فيه نهار قطع عدد فوق الستة تخوفني لأنه بخوفني هو برسنتج الوفيات برسنتج الوفيات وموضوع الثاني هو الاقتصادي نحن بدنا نعلوم عم بالهم من هالمنبر حالة التوارئ الاقتصادية لأنه هاي دي نحن بدنا نحكي عن الناس واجهة عن الناس بدنا نحكي عن الناس يلي عم بتروح على السوبر ماركت وعم بيدفعوا 30 و40 و50 بالمئة بين نهار ونهار بيغلوا الأسعار لأنه في عندك احتكار وفي عندك تجار مش عم بيلتزموا وزارة الاقتصاد قد ما كون عندها مفاتشين ما فيها تضبطوا نحنا عندي مشكلة أنا لازم تنحل وهي التهريب تهريب المحروقات وتهريب الأكل على سوريا ما بيجوز ما بيجوز يكون عنا نحنا دعم وعم بيطلعوا من المصاري تبع المدعين وهالمصاري عم بتروح لبرة كمان هذه الى طيب بس ما إذا نحنا وصلنا لهون دكتور وبعد ما نحلت مثلا مشكلة التهريب تحديدا شو بيضمن أنه رح تنحل خفت كتير خفت كتير بس أنا رح قللك وقلت قبل هالمرة جاء قصة التهريب مافيا مافيا على مافيا على أحزاب سياسية على تجمعات غريبة الشكل على ناس سلطويين يعني مش هيني اليوم التهريب هو معضلة كتير كبيرة وقالله يحمي الجيش وبالسياسة بدقيقوا دكتور لأنه بنا ننتقل لزاميلي داليا داغر بالسياسة بالسياسة شوف تدعى الناس يتأملوا خير هلأ بالحكومة أنت توقعت أنه يكون في خارق قريب إليك بالسياسة كل واحد بده يعمل انتخابات مبكرة وكذا نحن اليوم بوضع اقتصادي منهار وينكن انتو شو؟ فتحوا عيونكن خلينا نركز على الوضع المعيشي أنا اليوم معيشي غير الكورونا الكوبيد ناينتين اليوم اقتصاد هون تركيزنا هون شغلنا وبدأ نعطي سيئة للمواطنين في عندك أزمة سيئة كبيرة فوق ما راحت مصرياتهم وما حطتهم حجرهم بالبيوت كيف هيك؟ كم بك تسألني على التكتل شو بدك تقول عم بتقلي التكتل لا حكينا عن موضوع التكتل والطيار بس خلينا نختم بموضوع التكتل يعني اليوم برأيك التكتل بعده متماسك اقتار عنده قوله فرط كل يوم بقوله حدا فل أو ناوي فل لك جاد يلي فات على التكتل يا حبيبي بهدف انتخابي هو حر عنده خيار أنه يفل أو يبقى أنا هيدا مش وضعي أنا فتت على التكتل عن عائدة العائدة هي الإصلاح والتغيير على مدرسة الرئيس ميشيل عون أنا ما بتغير أنا هيدا مدرستي ما بترك بس طريقتي بالشغل يلي بيقولوا أنه فريدي يمكن طريقته بالشغل غير لأنه أنا جاي من باكراوند أكاديمي جاد أنا ماني جاي عامل تسعيد وأنا مش زلمة تعمل تغريدات هيدا قوص على الرئيس عون قوص عليه وهيك أنا ما بدي يفوت أنا بدي أعمل شغل نتيجته هي لمصلحة الناس تكتل قوي تكتل باقي فيه حوار مساحة حوار استغرب الناس بيقول لك أنه فيه ديكتاتور لا ما فيش ديكتاتور في عمنا مساحة حوار مساحة التفاهم والشغل اللي عم يعملوه الشباب بالتكتل الله يبارك فيه وأنا واحد منه يعطيكم العافية دكتور فريد البستاني وأهلا وسهلا فيك وكل مرة منقول بآخر الحلقة إن شاء الله الحلقة الجاي منحكي بأمور إيجابية أكتر لللبنانيين يلي بأمس الحاجة لإلى إن شاء الله شكرا لإلىك وأهلا وسهلا فيك مشاهدينا هم نصل لختم حلقتنا ومننتقل هلأ إلى حلقة